من سلك ناجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الغرض من المنبرداء وغير من المنابر هو أن نبين للناس ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ومحاربة كل ما يخالف القرآن والسنة فقط ده الغرض من هذا المنبر يعني من وراه ولا من قدامه ولا من يمينه ولا من شماله ما في أي مصالح لأنه في الداخلية دي أو في السودان عموما أي عاطل عرفتها؟ جاي يتكلم عنده مصلحة في النهاية أكان صوفي دايرك تجيب له مرتك تجيب شافعك يبركه ليك ويعمل له فيمتى؟ ده صوفي كوز؟ بيجيك طبعا برضو بإسم الإسلام والقرآن وما عارف ليك وسليم القلبي لا أحمل للناس سوى الحبي وشاء الله سيخة؟ بهمتى؟ برضو عنده غرض حبي بتاع شنو؟ أبدا قم لك فيه خشمك عنده غرض دايري لمك معاه في النهاية مؤتمر شعبي برضو نفس الحكاية علماني برضو عنده غرض دايري لمك في حزب دايري يدخلك معاه في الجماعة عنده انتخابات جاية فلازم يكبر الكون بتاعه لكن الغرض من الدعوة دي إنه نبلغك الحق فقط ما في حاج انت الفريق شنو؟ عشان جدا الجماعة دي كلهم زعلانين كلهم زعلانين لا في اجتماعات لا في دار لا في حزب مسجل لا في جماعة مسجلة الله قال والرسول قال وأي عاطل تنجم والناس تشوف تغلطها فقط شفتا كيف؟ دا الغرض من هذا المنبر الموضوع التاني وأنا دار أقصر الكلام الشديد لأنه شيخ أبكر جاء والعلمانين والجمهورين مفترض تسخنوا لأنه الدنيا بارد ما تجي ترجف لنا جوهين هاي مفروض تسخن عندكم من شهرين الناس الممتحنين بتطرشوا في الباطل بتاعكم دا ما سألناكم شهر كامل علمانين والشوعين يجمشي يضربوا الشغالات اللي نايدك بيغادوا يجي يتمقوا هنا طبعا دين الإسلامي الإسلام لمن سلة منك إمتا؟ سخن سخن أمشي لف سجارتك بعيد إمتا؟ وسع مجال الدم وتعالخوش هنا إمتا كراميتا؟ فالبلد دي الناس تضيعوا الدين كتار وعلى رأسهم على رأس الناس الذين أضاعوا دين الله تبارك وتعالى الصوفية وديه الأساس أي حاجة في البلد دي كعبة أي حاجة كعبة في رأسك أساسها الصوفية أي شيء والله ينديك الغايدة دي لفبايا سودان دي كل أي شيء كعب في سودان أساسه التصوف ليه؟ لأنه شرك بالله جل وعلا ومن حين ما لقيت الشرك بتلقى المصائب يعني كده ربنا تبارك وتعالى قال ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف الجوع ده أكل ماف واسي حاصل ألا ما حاصل حاصل ألا ما حاصل أتحدى قلت ليس حنفول ورسل زول قل لجي بعيش بيجيك بالزمان الغادة تاني لا تلحس القاعدة فأذاقها الله لباس الجوع ليه لأنه في صوفية في البلد دي لازم الناس تفهم الكلام ده وعدوا عليه الدولار طار والدولار ركا والدولار دخل ومرك جمرك ما جمرك زفيت ماطين يا زول في شرك شرك بالله عز وجل زمان الكيزان دي لك طبعا بلمو الصوفية الصوفية ما دراوي سايد غنم بس أي زول قال ليه مرحبه مش دراوي سايد والله جد عمك داك علي عثمان ولمينسا جمرمات يملاليون الزريب ويملاليون الزريب بتاعتهم دي دقيق سكر تنباك فيهم تا بقاعدين يا هو حرتي سرتي الفتمتوم حمتنا النوم ما عندهم شغلة والله الذي لا إلى غيره لكن هم أساس الشرك بالله عز وجل حاربوا الله جل وعلا وحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام وأكبر أسليهم والبرحي يقول قومك نزاور للأولياء الأقطاب ليهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بلغيب باطن وظاهر الجبهجي رفعون فوق وهسي العلمانين دارين يرفعون فوق لكن نشوف نحن قاعدين في البلد دي ها أجزول يرفعوا فوق يخدوا تحت خالف الدين دا يرد عليهم مهما كان ومهما كلف والله الذي لا إلى غيره الكلام دا علماني يخدوا في عطانك وبلغوا محين ما تبلغوا مهما يكلف الرد على أهل الباطل نحن إن شاء الله نرد عليهم جمهوري قرائي سجمرمات أبضفائر إسماعيل التاج غيرهم تحارب الدين وتتكلم في الإسلام تنزلوا لنا الله ما بنخليك والله ما نخليك تاريخ اللوك كيف يعني انت شاء له منك جريشات الجبهجية وبالمناسبة مشكلة الجبهجية هذه حقيقة خدتها معاقع طالب عشان ما يجي غشك مشكلة العلمانيين مع الكيزان المؤتمر الوطني زي مشكلة المؤتمر الشعبي مع المؤتمر الوطني يعني مشكلتهم ما في دين ولا مشكلتهم في منهج انت قال لك العلمانيين مختلفين مع الكيزان في الدين هم متفقين أصلا النشر الأغاني في البلد دي منه مش الكيزان ندل قلعه ورشخور ومين الدولية ومين كده حيا لطيف وكده حيا لطيف دير جنو دير مش في دمانة جبهجية النشر الكلام دي منه ونشر الأغاني والبيع الصليا وعمل لها باب في الجنة ترابي قال الفنانون عندهم باب يوم القيامة باب باب حقهم برام فنانين برام تخيل اتو الله تصلي لما انا اي قرأك تورم ما تخش لكن الفنان بيجي بخش عملتش يا فنان الله يقول لك سألة من شعرها يا ذوال دفيقات ترابي النشر الأغاني والفساد وقلت الأدب في البلد دي الكيزان انت ما جبت جديد يا علماني ما عندك مشكلة مع الكوز في الدين سمطيق قل له تجار دين انت الدين ما لك ماله الدين يا علماني ما لك ماله انت يعني بتغير على الدين لانه الكيزان ضيعوا الدين في البلد انت مشكلتك مع الكيزان القروش فقط زي مشكلة الترابي مع المؤتمر الوطني الدين بتاعهم واحد جد باطل كله باطل لكن يختلفوا معهم في موضوع الكاش الكوز المؤتمر الوطني بتلقاوه بيكرش طبعا شبعا ما ستفل وحقيقة هزي الفلات وتدخل في ضائقة معلية في انت بيكرشة مليان اما تلقى ذاك بتاع الشعب ذاك شغاليك وصفوف الدقيق وصفوف الغاز في انت اي ذوال بيغني على كيف فخلاف العلمانين عشان ما يجي يغشو الطلبة يا اخ يسيبوا الدين ويحاربوا الدين بشعار محاربة الكيذان انت متفق مع الكيذان ما تجي تغشنا من ناحية منهج وحربة على الإسلام متفق معهم اما خلافك معهم في القروش انت ما خليتهم لانه اكلوا قروش قروش اكلوها انت ما خليتهم الليلة يجي ديل اه يتكلموا في الدين دين الله عز وجل ودائرنا نخليهم ونجي ننبطح معهم ونقول ديل اخوانا والله ما اخوانا صوفية ما اخوانا والله والله الخلق السمدي صوفي ما اخوه اخوه دا صوفي اخي فاقول لي اخوه صوفي انعطر بنادي الشيخ وقع الشيخ دار يمشي المدرسة الشيخ مستشفى الشيخ ولد الشيخ ما ولد الشيخ دا اخو كيف ربنا تبارك وتعالى قال فمن يمشي مكبا على وجهه اهداء ام من يمشي سويا على صراط المستقيم ربنا قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الله قال فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون زول عقيدت فيه الله وزول عقيدت فيه عبدالله ما واحد وما تجد غش الناس صوفية اخواننا طبعا الكلام الكام بيقولوا الجبهجية والان بيقولوا ليك منو العلمانيين بس زي لك بيقول ليك وحدة الامة وذي اللي بيجي بيقول ليك خطابة الكراهية يا ذو الكراهية بتحسنوا عليك الله الحنكشة العاطفية دي ما بتنفع معنا تحنكش في ما تشاء وكل بناي باسطة بيرجر فيه متى لكن في الدين ما في حنكشة في الدين دا في حاجة يسمى قد بدت البغضاء من افواههم فيه متى وربنا قال وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده وانا اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله تحب من اطاع الله جل وعلا وتبغض من كفر بالله عز وجل واشرك بالله جل وعلا وحارب دين الله تبارك وتعالى انا دا راديك نموذج بسيط جدا للصوفية في البلد دي عشان تانى ما يجينا صوفي حاين بجاي ولا يجينا علماني بجاي ولا يجينا جمهوري تابع للقراء دا عينه مدير للمناهج في البلد دي يضع المناهج وهو ما اعرف اي حاج هو زاده زي ما قال الشيخ داري ضع لمنهج هو زاده في روحه يضع لمنهج يقرره الف باتاسا في انت لانه جعايا للمناهج دي كده ما لقى حاجة غلط الا القرآن قال دا غلط كبير كيف الطالب يدرسون دين وكيف الطالب في سنة اولى يدرسوا تلاتة وعشرين سورة من القرآن ليه دا تلاتة وعشرين عكاس تلاتة وعشرون سورة قال كتيرة على الطالب السنة اولى لكن ممكن يدرسوا الاغاني بتاعت السورة كان داك جاد من كده جرى ورع شارعنا دا فوق الشرى ولا بشارى ما عارف المهم الاخيرين يحفظ دا ما كتير لكن القرآن قال ما ينفع معه الزلد يكره القرآن وقبل فترة قال عن المناهج بتاعت الروضة برضو قال ما دا هرين دين قرآن ما فيه الولد يمشي الروضة يقضي امامه وبابا حبوني وأنا حبيت باكر عيني حصاني كبير وأنا من فوق كأني عمير ويجي راجع بكرة يمشي جيك طيور الجنة بعد بكرة يجيك طيور معارف جهنم انت لكن ما يقره القرآن أبدا ما يقره القرآن الزلد يكره القرآن ويبغض القرآن ماذا؟ يا ربنا تبارك وتعالى قال عن الجن جن جن ليركبك يا قرآي الله قال قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا شنو قرآنا عجب ما له يهدي إلى الرشد فآمنا به البليد دا ما دايره بليد الله قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن جن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصطوا فلما قضي أولوا إلى قومهم شنو منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله البليد ما دايره القرآن ربنا عز وجل قال ولقد ولقد جئناهم بكتاب فاصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون البليد دا ما دايره القرآي دا ربنا عز وجل قال ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وده من أهداف القرآي إن يشكك الناس الطلبة في القرآن وفي السنة الله يسل لك من البلد دي ويغطس حجرك ونسأل الله أن يريك يوما أسود كيوم عاد وسمود والله نسأل الله صباح ومساء نحن لا بندق يفتوى ولا بنشاكل ولا عندنا غنابل ولا عكاكسة ما عندنا بس لساننا دا وده شد عليك من البنبان والله إله 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 غيره نردمك لا من تتكيف قرآي سجمرمات ولا غيره كلهم عطالة شفاتة قالين أدب ما عندهم دين ما عندهم أخلاق ناس يتربوا هناك في البارات ويتربوا محل المرائز ومحل البيرة ومحل قلة الأدب والصعلقة والسفة ودهرين يجي ربوا الطلبة بتاعيننا وأخواننا وبناتنا وشفعنا يتربوا على الأخلاق بتاعت الغابات والأخلاق الحيوانية بتاعت الأوروبيين الليلة بيت ماشى في الشارع سايت ما عارف أبو أمنو ما عارف أم أمنو لما انت حصل ثمانين سنة جناب الدعف المصحة منت لا دين لا أخلاق لأي حاج المرعين دوم ماشى الساكل زي كرسي النص بتاع الحافلة ده يركب تجنسل منت قلة أدب علمانيين شفاة تعال خوش تعال ما تقول لي بردان والوقفين دي شنو طلبة دي المالون أو أتقول لي بردان طي تخوش هنا دي يا علماني ولا ما تجي تتكلم في الداخلية تتحدي قائم هنا منت كلامي؟ من زمن الكيزان من زمن الكيزان الكيزان زمان المنبر ده غلبون عديل كده والله جت بيخوش هنا بتردم لا من الطلبة شفتها بيضحك لما يجي وجعبطهم في كوز بيخوش هنا بتنجم ماشى اشتكوا ناس الصندوق النظر قفلوهم الصندوق ما ما قدر يعمل حاجة وقفنا اشتغلنا برضو انت عارف آخر حاجة عملوا شنو فكوا طلقة في المنبر ده وفكوا بومبان وفكوا مالتوف والله يا صحي تعالي اشتغلنا والله لازم خلاص راحت لهم مرة واحدة جبانوا الشجر ده شجرة شايفه ده دك اما افب المناسبة الناس البرالما شجر ده اما افب الكان الناس بيقعدوا هنا بيحضروا ده ما كان الجغم شفت الحتات دي كان بيصنفروا جماعينا جبان الشجر ده عشان الناس ما يحضروا برطو شغالي فيا الماني شوف لك حاجة تانية تعال خوش هنا دي خوش او واك تقول تحوم بيبرد طبعا شايفة نزل باندقون ايه باندقون تعال خوش تعال خوش او باندقون قصيرة اتا ايه مشكلتك بس مال باندقون قصيرة دي انت ماداك قصيرة كتا دقيقة كتا دا دا ونطلع من ام بجي كاسلت تجاني انت ماداك قصيرة اصي احسنان رافع بانطلوني فوق ولا اتا منزلو تحت الاحسناتو كتابا الراحة او باندقون قصيرة يقوسوا رقبتك اللي احسن منو اللي احسن منو اريني والله حكام عاكس التصفر يا عالماني اتا مالك اتا مالك سخن او اتا يتقول لي بانطلان قصير او يا ولد او وذت لما احسن لك تعال خوش هنا ناغش اميش اقرأ الكتب دي تعال خوش قولينا منهجكم دا غلط نتحدى ايه علماني جبهة ديمقراطية جبهة شعبية مؤتمر شعبي وطني اي حاجة قولينا منهجكم دا فيه واحد اتنين تلاتة غلط تقدر؟ باسطة بي لبن باسطة بي هناي وجينكم نسوان ويتا جينك شنو؟ ما قاعد ملصك معينا اليوم كله الله يديك ياه ما تخليها نقول لك حاجات كده ما الطلبة دلتاني ما بيجو هنا طهب دلتجاني انا معليش بس زعلان منونا والله ممغوص مغاسة شينا خلاص بس تعال خوشنا يا علماني اوعد كورك من برا تجي تخوش اجي علماني لا فينا دي جي خوش ناغش بالمنهج اوعد تجي تكورك لانه لو كوركت من كورك معك تلفو تدور تنزل تحت بننزل معك تحت اجي حتة دايرة تعال ناغش بالكتاب وتعال ناغش بالعلم بدون كلام فارق سايد دا التاب بتاع صوفية اسمه الفتحة الرباني شانت عارفة الضلال في البلد كيف وتقول ليه البلد الدولار ما يحصل مية والله دا يحصل مليار دولار واحد يحصل مليار جنيه سوداني لانه الكتاب او العملة محل بيطبعها في السودان بيطبع فيها كتب الصوفية ديل ترى يهب الرأي وسايد فكباجي والمرأة ولدت بين الشيخ والشيخ تفلاء في بطونا كده حملت بيطبعهم عجنيه سوا دار عملتك تنفع ما بتنفع في شرك في البلد في كفر بالله عز وجل دي هنا الطريقة التجانية دي اكبر طريقة بس دار اديك مثكول كده لانه دار اخي شيخ او بكر دا اسم الكفتحة الرباني فيما يحتاج اليه المريد التجاني تعريف محمد ابن عبدالله ابن حسنين الشافع التصفاوي التجاني عنده رغم ايداع هذا له رغم اليداع ما عارف لك بدار الكتب كم كده ترغيم الدول اسبن المهم بتكلم عن منو باك الله خير بتكلم عن عن فضل التجانية يعني لو بيجي تجاني بيحصل لك شنو تعشوف الكتب بتاع جماعتين تقول لي بلدي تصلح والله ما تصلح الا الناس ترجع الى ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال فالمحبون نحن ما محبين غايت نحن ما محبين بنكرهم لك شفت مرة واحدة فالمحبون واصحاب الشيخ واصحاب الشيخ يشتركون في اربعة عشر ضمانة عددية نحن ما محبين أنا بقرأ عليك بس والله تضحك برك قال الأولى أنه صلى الله عليه وسلم ضمن لهم أن يموتوا على الإيمان والسلام مكتوبة كذا والثانية أن يخفف الله عنهم سكرات الموت والنزعات القوية لو بيجي تجاني دا لو بيجي تجاني تجاني همتا والثالثة لا يرون في قبورهم إلا ما يسرهم على الدوام لو بيجي تجاني وخشيت القبر ما تشوف أي حاجة كعبة كل خير والله تخشت جاني وتخش جوه هناك تعرف حاجة والله العظيم قال والرابعة أن يؤمنهم الله من جميعا وعذابه وتخويفه يوم المشاهد الحشرية وجميع الشرور من الموت إلى المستقر في الجنة دار السلام والخامسة أن يغفر الله تعالى لو تعالى لهم جميع ما تقدم وما تأخر من الذنوب الوزارية ما أعرف في ذنوب دستورية برضو يكون لكن أي ذنب يتقدم ويتأخر منك انت كتجاني الله بيغفره ليك متين لو بيجي تجاني عشان كده الكيذان صوفية كيذان لازم صوفية ليه؟ لأنه عندهم الصوفية بعدين بيشفعوا ليك يوم القيامة بالبعض شقك مفروشة غير مفروشة قطعة سكنية قطر بيترول ليه لأنه عندهم هنا دي عقيدتهم حسنا البنة بتاعهم ذاته صوفية دي العقيدة بتاعتهم دي أساس أمو قلت لك أساس البلاوي هذو العقيدتو زي دي بسرقك ولا ما بسرقك الشيخ قال لك لو عملت أي حاجة وبجد تجاني الله بيغفر ليك العملتو ده جات بسرق ولا ما بسرق بسرق صح؟ بيقتل ولا ما بيقتل بنهاب ولا ما بيناب بيقتصب ولا ما بيقتصب أي حاجة عملها قال لك الله بيغفره ليهو انت أساس الشرك في البلد دي أود السودان لي وين دي الخامسة السادسة قال أن يؤدي الله عنهم جميع تبعاتهم والسابعة أه أه أن لا يحاسبهم الله تعالى ولا يناقشهم عن شيء بالكلية يوم القيامة الله ما بيسأله نهاي تجاني ما تجاني الله ما بيسأله قال قال ولا يناقشهم عن شيء بالكلية ولا يسألهم عن القليل والكثير يوم القيامة قال والثالث عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب كل من كان محبا للحضرة التجانية والرابع عشر أن محبه لا يموت حتى يكون من الأولياء العظام لحد ما قال وأما باقي الضمانات فاختصت بها أصحابه الأعلام الكلام ده كله للدراوي كله للدراوي لسه الجماعة فيه في ناس طبعا مقدمين وكذا والرتب عالية في التجانية ديل كمان موضوعهم تاني أنت عارف أنه البلد ملانا بلاوي وملانا ضلال وملانا باطل كتير كتير جدا جدا قال السادس عشر أنهم تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشفاعة العزمة السابع عشر أن النبي سماهم أصحابا له فيا فوزهم بصحبة سيد الأنام أنا أقرأ لك تاني واحدة كده وأنا أقدم شيخه بكر العلماني ساخن على قل ساخن ما تبرد ساخن خوش قال لي لا ما بنخليك والله يا علماني ما نخليك تتنجم هنا في الداخل يدي يا خيال الله تلقى ياخد طلبة مساكن جايين يقرأ يا أخي مرسلين وآلويناغ وتعبانين أبو شايلة طوريف ظهروا شغال سواق أستاذ دكتور يرسل له في مصاريف عشان يتعلم ويرجع تقوى التعدي عليه وأن إحنا طبعا في هذه الفترة وفي هذه الانبساقة في الفترة هذه وهذه الجموع التي يا ظه الجمعة شنو؟ يا طالب شوف دخلت الجامعة دي أقرأ قرايتك يتعلم القرآن والسنة ما تخش لك عزب أبدا ما تخش لك جماعة ولا طريقة ولا طائفة ولا أي حاجة ولا أي شيء الله عز وجل قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا مسلم بالكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح لكن ما في حاجة اسمه أحزاب ما في حاجة اسمه جماعات ما في حاجة اسمه طرق حرام الله قال وأن هذا صراطه مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون والممبر يتواصل